هنا سؤال آخر لأخر منتصر ظن أنه سيشمله يقول إمام جهر بالقراءة في الركعة الثالثة في صلاة العشاء و لم ينبهه أحد المأمومين فبدأ بالفاتحة ثم بدأ بشيء من القرآن ثم انتبه و قد وصل في القراءة إلى نصف أحد الآيات يسأل في هذه الحالة هل عليه أن يتم الآية لا يرجع يتم الآية لا يرجع إلى الفاتحة إذا كان تذكر أثناء الفاتحة نعم ينتقل إلى الإسرار فورا ولكن أيضا تذكر في نصف الآية التي قرأها بعد الفاتحة لا يرجع إلى الفاتحة لكن هل يتم الآية أم يركع مباشرة يسأل هكذا هو يعني الآن إذا سؤاله وقع في أمرين قرأ الفاتحة جهرا في الثالثة ثم بعد ذلك قرأ سورة أيضا معها إن كان المعنى لا يختل لا يفسد فليقف و ليركع فورا يسأل متى يسجد سجود السهوة هل عليه سجود السهوة نعم عليه سجود السهوة يعني إذا أخذ بقول من يرى بالسجود بعد السلام فحسن كذب نعم شكرا